أعدت وزارة الصحة والبيئة آليات وبرنامج عمل للتعامل مع مشاكل التلوث البيئي في المحافظات الجنوبية وذكر بيان للوزارة أن الوكيل الفني للوزارة جاسم الفلاحي أكد خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين أن لمحافظة البصرة خصوصية تتعلق بمشاكل التلوث البيئي المصاحب للصناعة النفطية مما يتطلب تجديد الإجراءات القانونية والإقابية لما تسببه من تلوث البيئي لفتا إلى حث المشاكل الملوثة على اتباع الأنظمة والقوانين البيئية لحماية المحافظة من خطر التلوث بكافة أشكاله مما يتطلب جهدا ودعما استثنائيا للنهوض بالواقع البيئي في المحافظة ترجمة نانسي قنقر